السلام عليكم اليوم مراجعتنا عن الآيباد 12.9 نسخة 2021 خلينا نتكلم أول شيء عن الفروق بين نسخة 2020 ونسخة 2021 أول شيء وهم شيء يمكن عندنا معالج الـ M1 محالج لابتوب من الماكبوك برو من الماكبوك اير داخل آيباد هاي الشيء خرافي ونجاز كبير من شركة أبل وبنتكلم عقب هل هاي الشيء بيأثر وايد على تجربتنا مع الآيباد ولا لا ثاني شيء شاشة الميني LED اللي تعطيك نسبة تباهين وايد عالية وايد أعلى من شاشات LED العالية وأقرب أداها لشاشات OLED اللي موجودة في التلفونات اللي عندنا مثل الآيفون 12 برو ماكس وبعد يعطيك سطوع وايد عالي أعلى من شاشات OLED أعلى من شاشات LED العادية صار عندنا رام إضافي نسخة 2020 كان فيها 6 جي بي أحين عندنا نسخ فيها 8 جي بي رام ونسخ حتى موجود فيها 16 جي بي رام ساعة التخزين صارت عندنا نسخ بساعة أكثر فعندنا 128, 256, 512, 1 ترابايت و 2 ترابايت قبل كان عندنا نسخة واي فاي ونسخة واي فاي مع الـ LTE أحين عندنا نسخة واي فاي وواي فاي مع 5 جي وفي تحسينات على نظام اللايدار على الكاميرا الخلفية اللي بيعطيك أداء أفضل في الواقع المعزز منفذ USB-C صار منفذ USB-C مع Thunderbolt الجهاز صار شوية أثقل وشوية فيه سماكة أكثر من نسخة 2020 هاي مختصر الفروق لكن في المراجعة طبعا براويكم شلون كل فرق بيأثر على استخدامنا في هالجهاز دي من ناحية استخدام الجهاز في اليد الجهاز شوي تقيل صراحة إذا بتستخدمها حق القراءة وانت قاعد أو مثلا انت في السرير أو انت بتشيل الجهاز وتطالع فيلم مثلا أنصح تستخدم نسخة 11 بوصة أو إذا تابلت أندرويد مثلا نسخة العشر بوصات وايد أنسب في اليد من هاي النسخة دي اللي وايد أصعب تشيلها هالنسخة أفضل إذا بتستخدمها على ستاند مثلا أو إذا بتستخدم الماجيك كيبورد اللي بتتكلم عنه عقب من ناحية إداء الجهاز الاداء ممتص مافي أي كلام عليه أسرع تابلت استخدمت في حياتي بلا منازل وانت شفت مراجعة حق التاب الس7 بلاس هاي التابلت دي بعد أفضل وأسرع من التاب الس7 بلاس من سامسون ما في ويد لودينج ما يشير ما يصير بطيء تبطل آب قديم تبطل آب يديد اللي بتسوي سريع التابلت لكن صراحة النسخة الـ 2020 ما كانت بطيئة ولا فيها لاغ ولا شيء بعد كانت نسخة وايد زينة وسريعة وأحس إن الـ M1 في هاي التابلت ما قعو يستخدم كل طاقته لا من ناحية الجرافيكس ولا من ناحية المعالج ولا حتى الرام قعو يستخدم بشكل كامل لأنه حسب البحث اللي سويته يقولون إن التطبيقات بس بتستخدم 5 جي بي رام كحد أعلى للرام معناتها إذا خليت 16 جي بي أو حتى 8 جي بي ما بيستخدم كل كمية هاي الرام وبعض الألعاب اللي شغلتها لما حاول أخلي الـ Ultra Details والـ Frame Rate أعلى شيء ما يصير مع أن المعالج أكيد مليون بلمية يقدر يسويوا هاي الشيء لأنه معالج لابتوب دخل تابلت بس مقادر أسوي أعلى أعدادات على الألعاب وهاي الشيء من البرمجة طبعا مع الوقت أكيد بيتحسن حتى النظام الياي من iPadOS ما قالوا هاي الشيء بس ممكن إن التطبيقات تستخدم رام إضافي ما ندري ممكن إن التطبيقات بتستخدم 8 جي بي أو 16 جي بي حتى خلنا نتكلم عن الشاشة ويمكن هاي الشيء اللي أنا واحد استعناست على هالتابلت دي أحسن شاشة استخدمتها في حياتي نقطة أحسن حتى من شاشتي الرئيسية 4K 144 هرتز دقة ألوان عالية واحد أشياء فيها بس بعد هالشاشة دي من الـ iPad أحسن من كل الشاشات اللي استخدمتها ويشمل بعد شاشة التاب S7 Plus لسبب واحد مهم سطوع الشاشة السطوع اللي على هالشاشة خرافي فحصلت مثال ممتاز يراويك الفرق بين الأولد اللي موجود على التاب S6 اللي هني وبين الآيباد برو 12.9 تلاحظون إن التفاصيل في الأمكانة اللي فيها سطوع عالي وايد أوضح على الآيباد وهذه بيأثر بشكل عام على استمتاعك في مشاهدة الأفلام اللي فيها الـ HDR لكن هذي في محتوى الـ HDR في المحتوى العادي ولما تستخدم الجهاز بشكل عادي بيكون السطوع 600 نت معناته لا تشتري الآيباد نسخة 2021 وفي بالك إن السطوع بيكون أقوى بشكل عام باستخدمها في الشمس بيكون أحسن من نسخة 2020 لا بس في محتوى الـ HDR بيكون السطوع أحسن وبتلاحظ الفارق 100% بتلاحظ الفارق على هالشاشة السطوع وايد عجيب على هالشاشة واعتقد من استخدام لهالشاشة دي اقتنعت بتقنية الميني اليدي ولها مستقبل باهر إن شاء الله نسبة التباين على هالشاشة مليون لواحد مليون لواحد نسبيا للشاشة اللي كانت في 2020 تقريبا خلي نقول 1000 لـ 1500 لواحد ففارق وايد عود وشلون بنشوف هاي الشي لما الشاشة بتكون سودة بتكون تقريبا 100% سودة ما بتلاحظ وايد الفارق بين شاشة الـ OLED والميني LED من ناحية نسبة التباين واللون الأسود اللي موجود على الشاشة صعب إنك تلاحظ لكن وايد سهل إنك تلاحظ نسبة فارق سطوع الشاشة والتفاصيل في الأمكان اللي موجودة فيها سطوع عالي نسبة دقة الألوان وايد عالية فالجهاز وايد مناسب حق تحرير الفيديو والصور وايد اواد متكلموا عن البلومنغ اللي مو موجود في الـ OLED لأن الـ OLED كل بيكسل فيه إضاءة لكن الميني LED كل منطقة فيها إضاءة فإذا نشوف شي صغير على الشاشة منشوفها حين منشوف إنه حوالينا فيه سطوع إضافي غير الصورة نفسها هاي سمونا بلومنغ في استخدام الجهاز ما لاحظت وايد لكن في بعض الحالات بتلاحظه بس باستخدام عادي أو استخدام يومي ما بتلاحظ هاي الشيء جودة السماعات على هاي التابلت ممتازة وايد أحبها وأفضلها أكثر بعاد من التابع 7 بلس موسيقى عمر البطارية مقبول عمر بطارية الآيباد إير أطول من عمر بطارية الآيباد برو شوي غريب الموضوع مع الوقت الآيباد صار أثقل من الماكبوك وصار عمر البطارية أقل من الماكبوك فهي شيء شوي غريب لازم تتعود عليه إنه مو تقوله أخذ تابلت لأنه أخاف وبتريع أطول لا لكن كان يعني يواصل معاي طول اليوم المشكلة الأكبر كان في الشحن الشحن لحين 18 وات وويد بطيء يعني تركت الجهاز على الشحن لمدة ساعة وبس حصلت تقريبا 35% أداء سيء في الشحن السريعة أتمنى لو أبل يصلحون هاي الشيء في النسخ اللي هي من الآيباد برو من ناحية النظام هو الآيباد أو اس أعتقد إنه هاي أكبر عيب في الجهاز نظام آيباد أو اس طبعا بما إنه في معالج الأم ون نظريا تقدر تشغل نظام الماك أو اس على هالجهاز دي بس طبعا أبل ما بيسونا أي شيء ما توقع لأنه يبونك تشتري ماك بوك يبونك تشتري آيباد يبونك تشتري كل الجهازاتهم مع بعض آيفون كل شيء مع بعض وتستخدم كل جهاز بطريقة غير حتى نظام نفس نظام الديكس على السامسونج اللي شفناه مو موجود على آيباد أو اس فشي يخيب الظن صراحة وتلاحظون أن أنا نزلت المراجعة عقب مؤتمر آبل للمطورين عشان أتأكد وأشوف هل الآيباد أو اس بيتحسن عشان يستخدم كل طاقة الأموان مثلا يشغل تطبيقات الماك بوك على الآيباد للأسف الجواب لا من المؤتمر شفنا أنه ما في أي شيء من تطبيقات الماك بتي على الآيباد والتركيز كان دايما أن الآيباد بتم آيباد وبيصير شوية أحسن والماك بوك بيتم ماك بوك وبيصير شوية أحسن والفكرة أنه تستخدم الجهازين مع بعض وما في جهاز بيستبدل الجهاز الثاني معناته معالج الأموان هنا ما قلع نستخدم كل طاقته نظام الملفات على الآيباد أو اس يمكن أسوأ نظام ملفات شفت في حياتي صراحة أكره أكره بشدة يعني صراحة الأندرويد وايد أفضل من ناحية نظام الملفات من الآيباد أو اس وكلما كان يتكلم عن مؤتمر آبل للمطورين وانا شلون بيحسنون من هاي الشي ما حطوا شي عن نظام الملفات تكلموا عن أشي ثانية نفس الملتي تاسكينج ايه بيحسنون من أداء الملتي تاسكينج يعني زين لكن مو بنفس الماك أو اس أو الويندوز تخلي مثلا عشرين تطبيق مبطل ورا بعض تتنقل بينهم تحركهم بسهولة لا بيكون تطبيقين ينبعض وتخلي لك مثلا تطبيق صغير وتحرك تفر بينهم نفس تابلت يعني مو بنفس لابتوب حتى منفذ الثاندربولت اذا تذكرون مع مراجعة التاب السيفن بلس وصلت بشاشة مونتر صار الجهاز نفس ماوس عود وعندي شاشة مونتر وماوس وكيبورد ويعني كنا ويندوز أو لينكس لكن مع ذي اذا وصلت ما بيصير شي بس نفس شاشة الآيباد بتكون موجودة على الشاشة وبتكون بعد لون أسواد من يمين ويصار في بعض التطبيقات بتستخدم الشاشة الخارجية كشاشة إضافية لكن مو في كل التطبيقات عندنا ماجيك كيبورد يديد ايه باللون ثاني لون الأبيض نفس ما تشوفون وبعد غير تشدي فيه تغيير بسيط بس علشان ينسك بشكل أفضل لأن جهاز الآيباد نسخة 2021 شوية سماكتة أكثر من نسخة 2020 وطبعاً لاحن تقدر تستخدم القلم اللي مو موجود مع الجهاز وسعره وايد غالي الحلو كان فيه التاب السيفن بلس إن القلم مشمول ومجاني وسعر الجهاز طبعاً كان أرخص من سعر هالجهاز مكان القلم لاحن يروح فوق بالمغناطيس مكانه زين لكن ساعات وانت تتنقل مستعيل تبي تشيل الجهاز إذا خليت يدك فوق حتى لا يطيح القلم الحل من سامسونج كان إن المغناطيس من وراء بعاد تقدر تخلي من وراء بهالطريقة عشان مطيق يدك فيه وحتى الكفر كان يغطي القلم بشكل كامل فإذا خليت في الشنطة مستحيل يطيح القلم دائماً يكون موجود بشكل عام هل أنصح بالايباد برو نسخة 2021 بقى صراحة ما قدر أنصح بالجهاز أحب الجهاز وايد ممتاز نفس ما رأيتكم أداء سريع شاشة ممتازة بتري زين وايد أشياء زينة فيه بس ما قدر أنصح بالجهاز طبعاً سعره وايد غالي ونفس ما قلنا إذا بتاخذ القلم مع الكيبورد سعره بعد بيكون وايدة إذا عندك آيباد برو نسخة 2020 لا تصوي أبغراد لنسخة 2021 حتى إذا عندك نسخة 2018 خلك على نسخة 2018 حتى إذا عندك آيباد إير لا تروح للآيباد برو نسخة 2021 لأن التحديثات اللي تكلموا عنها كلها بتي على كل أجهزة الآيباد الحديثة فنفس التجربة اللي بتحصلها ني من ناحية الملتي تاسكينج من ناحية تقريباً الأداء بتحصلها على باقي الأجهزة هل تحتاج شاشة المينيا لدي؟ هل تحتاج شاشة لمس؟ هل تحتاج القلم؟ فإذا قلت لا أو يمكن أكيد جهاز الماكبوك إير بيكون أفضل لك من جهاز الآيباد برو بسعر جهاز الآيباد برو مع القلم والكيبورد تقدر تشتري ماكبوك إير أم 1 مع آيباد إير فيعني قاعد تستلم جهازين وبكل طريقة تشوفها هالجهازين بيكونوا أفضل لك من تشتري جهاز واحد في بعض الأشخاص ما نصحهم بهذه التابلت أولا المصورين اللي يبون شاشة ممتازة يقدرون يشيلونها معاهم كل مكان يراجعون الصور وحتى يصوون تحرير باللايت روم على الصور على تابلت الجهاز ممتاز حق الرسامين اللي يبون شاشة ممتازة ويرسمون عليها التابلت بعد ممتاز حق العوادم اللي اللي عندهم فلوس وعرضي عندهم جهزة ثانية نفس الماكبوك والايفون وما عندهم مشكلة يصرفون على جهاز الجهاز دي ممتاز ترى لكن نصيحتي حق معظم اللوادم اخذوا الايباد اير او خلكم على الايباد برو على الأقدم اللي موجود عندكم في النهاية اذا عجبتكم المراجعة دي اتمنى تسوون سبسكرايب حق القناة وتفعلون زر الجلس سرببسكرايص دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرايص دي